السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقص فيتامين دال وسوق التغذية والتدخين وقلة ممارسة الرياضة وبعض التغيرات الهرمونية هي أهم أسباب هشاشة العظام لكن إزاي تعرف إذا كان عندك هشاشة في العظام ولا هقولك على أهم الأعراض المبكرة والمتأخرة لهشاشة العظام من الأعراض المبكرة أول حاجة تراجع وانحصار في اللساء إذا كان الفك بيفقد العظام بتاعته تاني حاجة ضعف قوة قبضة اليد ومش عارف تشيل بها حاجة تاني حاجة أضافر هشة وضعيفة وبتكسر بسهولة رابح حاجة ألم شديد بالرقبة والظهر والعمود الفقري بشكل مستمر وبنقل مجهود خامس حاجة ضعف عام في العظام من الأعراض المتأخرة لهشاشة العظام قسر القامة وفقدان الطول بشكل تدريجي سهولة الإصابة بالكسور مع أقل إصابة وخصوصا في عنق عدمة الفخت والعمود الفقري وحول مفصل الرسغة تاني حاجة تقوس وانحناء في الظهر وخصوصا في الجزء العلوي من العمود الفقري مع صعوبة في التنافس دي أهم الأعراض المبكرة والمتأخرة لهشاشة العظام في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هقولك على طرق الوقاية من هشاشة العظام إيه الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تقلل من حدوث هشاشة العظام بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شهيرو لغيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كل السنة وانتو طيبين بوناسبة رمضان عاد الله علينا وعليكم وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات كان معكم دكتور طريق تركي الشارج راحة العظام والعناب القدم والقدم السكري سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته